قال انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لرويترز اليوم الخميس ان فينسيوس مهاجم ريال مدريدة سيقود لجنة خاصة تابعة للفيفا مؤلفة من عدة لاعبين ستقترح عقوبات اقوى لمواجهة السلوك التمييزي في الرياضة حيث تعرض مهاجم البرازيل لإساءات عنصرية حين كان ريال مدريدة يواجه مضيفه فالنسيا في شهر مايو وهي الحالة العشرة التي تستهدف اللاعب البالغ من العمر 22 عاما كما ذكرت رابطة الدوري الاسباني لمدعين هذا الموسم واضاف انفنتينو عقب اجتماع مع فينسيوس ومنتخب البرازيل الذي يواجه غينيا في برشلونة يوم السب ضمن حملة لمناهضة العنصرية يقودها الاتحاد البرازيلي لا مزيد من كرة القدم وسط العنصرية يجب ان تتوقف المباريات فورا عند حدوث ذلك فهذا يكفي وتابع لقد طلبت من فينسيوس ان يترأس مجموعة من اللاعبين ستطرح عقوبات ضد العنصرية مشددة اكثر من الاجراءات المطبقة من سلطات كرة القدم حول العالم وتابع حديثه يجب الانصاط الى اللاعبين الذين يحتاجون للعمل في بيئة اكثر امانا ونحن جدون في ذلك ووصل نحتاج الى عقوبات اشد ولا يمكن التسامح اكثر مع العنصرية في كرة القدم وكرئيس للفيفا شعرت بالحاجة للتحدث مع فينسيوس بشكل شخصي في هذا الامر وفي اعقاب واقعة العنصرية كان قد كتب فينسيوس عبر حسابه على تويتر هذه ليست المرة الاولى او الثانية او الثالثة ان العنصرية امر طبيعي في الدوري الاسباني وتلقى اللاعب دعما من مجتمع كرة القدم حول العالم وذلك بجانب الرئيس البرازيلي لو لدى سلفا الذي كتب في تغريدة اود ان اعبر عن دعم الفينسيوس الشاب الذي دون شك يعد افضل لاعبي ريال مدريد ويعاني من تكرار الاهانات ضده اتمنى ان يتخذ الفيفا موقفا وكل المؤسسات المعنية لمنع العنصرية من التواغل في كرة القدم اشتركوا في القناة